صباحكم الخير مستمعينا ومشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا إن شاء الله هنهار بيحمل الخير الأمان والسلام لهالبلاد ولقلب كل واحد منكن اليوم وبإطار المساعدات دايماً يلي عم نجرب نسلط الضوء عليها لحتى نكون عم نوصل الصوت صوت الناس المحتاجة يمكن وصوت الجمعيات يلي مركزة بشكل كتير كبير على إغاثة النازحين معنا بالستوديو دكتور عماية نعمي أهلا وسهلا فيك حضرتك مديرة جمعية التحريج بلبنان وحضرتك أيضاً مهندسة زراعية أهلا وسهلا فيك مرسي مرسي كتير على استضافتكم فاتريسيا أهلا وسهلا يعني لما نقول جمعية التحريج بلبنان جمعية بيئية تحولت أو حولت كل مهامة من العمل البيئي إلى إغاثة النازحين بظل الأزمة الحالية كيف أخذتوا القرار؟ لكن القرار ما كان صعب أول شيء نحن فريق العمل أصلاً هنه 70 شخص موزعين بكل مناطق اللبنانية ومن كل المناطق اللبنانية ونحن كجمعية التحريج بلبنان لهلأ سرنا مشجرين تقريباً مليون وخمسمائة ألف شجرة بكل لبنان فعنا أراضي بجنوب عنا أراضي بالبقعة الغربية عنا أراضي بالبقعة الشمالية شغلين نحن بيهو عنا مجتمعات لأن التشجير بعودك تعيشي مع العالم بتزعع يد بيد مع الناس على الأرض بتتعرفي على كل حد اللي عم تزرعي معهم وفي قسم كتير كبير من الناس اللي بنشتغل معه هلأ مهجرة تكسرت بيوتها الحمد لله ما عنا كتير عالم بعد نشتغل معهم مباشرة ما أزايين صحياً أو بسلامتهم بس في بعض الحالات كمان من الأشخاص اللي خسرناهم للأسف من اللي كانوا يزرعوا معنا فوقت أبلشت الأزمة تضاعف الأزمة بلبنان اجتمعنا بالأكيب وقت قررنا أنه أكيد ما فينا نقعد مكاتف إيدينا هلأ وقت نكون واقفين حد المجتمعات اللي بنشتغل معهم نشوف كيف فينا نساعدون أسسنا خليط أزمة دغري وهلأ في عنا قسم من الأكيب يعني تقريباً 15 شخص من فريق العمل مخصصين بس للكونوا عم يشتغلوا على الإغاثة سوأسم منهم عم يشتغل على تلقي طلبات والأسئلة والحاجات أسم عم يشتغل على تأمين المساعدات لأنه هيده كمان عم تشارج كتير كبير هالأيام والأسم الثالث عم يشتغل على توزيع المساعدات مباشرة إن كان للمراكز وإن كان للناس اللي بالبيوت يعني خلينا أولى هيك أنه من جمعية بيئية لإغاثة النازحين عمل بعضه ضمن الإنسان وضمن الأرض يلي هي بتعطينا كل شيء نحنا ممكن نكون عم نعطيه لغيرنا ما فينا تكون ضيفتي وقبل ما أنت إلا أحكي عن غير مواضيع وقديش أفوت أكتر تفاصيل كيف عم بتساعدوا بأي طريقة من الجمعيات اللي عم تتعاونوا معها ولكن بدأ أحكي عنكن كمزارعين إذا في يقول قديش هيدا الموضوع أثر فيكن خاصة أنه عم نخسر كتير أراضي زرعية مبارح وأولت مبارح الحريقي اللي صار بمنطقة روي قديش كمان أثر وكيف قصمته المهام يعني بعرف قديش شغلكم أصلا دقيق وأصلا قديش نحنا بحاجة لإعادة تأهيل أراضينا الزرعية فكيف هلأ يعني بجنوب في حرق تام للأراضي بلبقى عن نفس الشي ما بقدر تكون ضيفتي وحضرتك الهندس ما فينا أصلا نغد النظر عن هذا الموضوع وما نحكي عن هذا الموضوع ما هي مية بالمية ما فينا ما نحكي عن هذا الموضوع لأنه هيدا كمانا واجعة كتير كبير وقسم كتير كبير من الخسائر يلي عم نخسرها اليوم بلبنان في عنا أكتر من خمس ملايين متر مربع من الأراضي بالجنوب هيدا فقط يلي خسرناها وفي قسم منها مأثر بالفوسفور الأبيض يلي بعد تأثيره حيدوم على فترة يعني عنا فترة تعالقلي ستة شهر إعادة تأهيل للأراضي يلي منصابة بالفوسفور الأبيض أبما ننزرع فيها وعنا الأراضي كلها يلي بحاجة لقاعدت هي من الأول يعني الأراضي الزراعية اللي دهورت الأحراش يلي راحت بجنوب في عنا زيتون في عنا ريمون في عنا بستين أفوكاو غير أصناف راحة وموز خسرناها كتير عم نحكي بعشرية الألف من المساحة من الأمطال المربعة وعننا مساحات كتير كبيرة يعني سبعين بالمية من هالخمس ملايين متر مربع هنه أحراش ومساحات خضرة مراعي فخسارة تيدولي يعني الخسارة البيئية اليوم تتقدر بي تقريباً 240 مليون دولار ولما عم نخسر كمان ثروة زراعية عم نخسر ثروة حيوانية أيضاً عم نخسر كل شيء معاً يعني عم نخسر ثروة زراعية عم نخسر ثروة الحيوانية عم نخسر أمن الغذائي لأنه اليوم الجنوب والبقاع كله من مضروب الأراضي الزراعية الصرخة الكبيرة هلأ عم تكون أنه المزارعين ما عم يقدروا يحسدوا صحيح خسرنا كتير من محاصيلنا الزراعية وبالتالي نحن قدمين على مشكلة أمن غذائي إذا ما عملنا شي بهذا الموضوع أو إذا ما صار فيه على قليلة وقف إطلاق النارة نقدر نرجع نزرع أراضينا في مواسم لازم تنزرع هلأ منا قادرين نزرعها في مواسم لازم تنحصد هلأ عم تنتزع بالأرض ومش قادرين نحصدها وخاصة أنه إذا ما تطلع على الخريطة وين عم بتصير الضربات عم تكون أكتر شي بالمعاطق الزراعية اللي هي بتأمن الغذاء للبنان بتأمن الزراعات للبنان فأكيد الواجعة كتير كبير أكيد المصيبة هيودش وتصليحها هيكلف كتير يعني إعادة تأهيل هالأراضي عم يتقدر بمئات الملايين من الدولارات لنقدر نرجع نوصل الأرض لمرحلة ترجع تنتج لأنه اليوم البستان الزيتون اللي خسرناه في عنا زرعوا إعادة تأهيل الأرض وزرعوا بس بعدين عم ننطر كمان على سنتين ثلاثة اللي يبلش يطعم صحيح يعني إحنا ما رح نوصل على مرحلة لأنه الضغري نستفيد من الأرض واحدة من الأشياء بالجمعية اللي عم نشتغل عليها صلنا فترة ويلي هلأ كمان من الناشد المزارعين تشلى قريبا نقدروا يوصلوا على أراضيهم نرجع نزرع أراضينا أنه نفكر بطريقة الزراع الحراجية أو تنوع الأصناف بالأرض اليوم نحنا قدرين تحت الشجر نزرع النصوب ننطرها لتطعم بس تحتها كمان نزرع أصناف على فيه نزرع خضرة نزرع إشياء تانية نزرع أعشاب نزرع بطريقة كمان على السيستام هو يساعد بعده لنخفف الأمراض لنخفف كلفة الإنتاج كمان هذا بدى دراسة يعني من مهندسين زراعيين لحتى تكونوا عم بتوجهوا المزارعين ونحنا بنعرف كمان دكتور مايا أنه المزارعين يعني بشكل عام إذا في يقول حتى يكون حدا عنده أراضي زراعية هو مرتاح ماديا فهيدا الشخص نضرب اقتصاده الشخصي نضرب تقدرته وبالتالي يلي هو كان يساعد هلأ صار بده من يساعده لذلك فكتف لي في لبنان المزارعين نوعين في عندي كل هني أصحاب الأراضي هني متل ما عم تقول هني أشخاص يمكن أوضاعهم المادية بتسمح أن يكونوا بيملكوا أراضي وبيقدروا يشتغلوا فيها وهلأ أكيد نضرب اقتصادهم بس في عندي كمانا صغار المزارعين يلي هني بيملكوا شقف أراضي على الأرجح بالبراطة وانتاج الزراع بتاعتين اكتفاء ذاتي يمكن أنجا بتاعتين اكتفاء ذاتي وحتى الزراعة بالفترات اللي ما رأيت كانت أوقات عم تخسر أوقات عم تربع فهول اللي هني أكتر هشيشة هلأ وهلي هني بحاجة أنه يقدروا يستفيدوا من أردن بأسرع وقت ممكن لا يرجع يفوتوا شوية شوية مدخول لعندهم المشكلة الثانية اللي عم بتصير اليوم شفنا أنه في عنا حريق بجسر الباشا هلأ 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 ومبارح كان نصلنا يومين عم نعاني من حريق الربوي يلي دخنته وسطه ومكان صح هون كمان يعني ما بعض في قد نحنا بحاجة لواعي هل نعرف شو أسباب هالحريق ماني أكيد كانه كتير صعب أنه يطفوا يعني مبارح كان فيه كتير مناشدات للدفاع المدني أو للإدفائية حتى أنه يكون حتى عم يطلبوا هلأ نشوف كمان صور من حريق الربوي الحريق كتير كبير لأنه هلأ فيه تدارب معلومات بين أنه بلش بانفجار جرية غاز بمطرح معين أو حدا مفتعل بعد ما في ما عندي المعلومات ففضل ما أقول شي بس الحريق بلش أولت مبارح طفوا دفاع المدني مبارح بس ما طفع على آخر فبالليل رجع وليع وأصعب شي بالحرائي لما تولع بالليل لأنه بالليل أليكوبتر تبع الجيش ما فيها تطلع ثم أنطر للصبح بهالوقت إذا تبعتم بارح كان فيه كتير هوا فالهوا كمان من العوامل اللي بتساعد كتير على انتشار الحريق بشكل سريع حرام هلك الجيش مبارح والدفاع المدني هنا يجربوا تطفوا ونشدوا لكل إنه يطلعوا يساعدوا وبعد لليوم هلأ هلأ ما طفع على آخر الحريق لأنه مسائب كمان بوادي وحرش كسيف فالنارة عم تتحرك كتير بسرعة على المنطقة كلها هلأ دخان وإن شاء الله يا رب الله يحمي العالم اللي عاديين حوالها الحراش وإن شاء الله بيطفع اليوم إذا أرادوا منخلص لقوة الله أكيد جسر البعشة ما بعيف كتير هلأ سمعت عنه سو بدي أرجع تابع هلأ شوف هلأ قبل ما نفوت على الستوديو وإن شاء الله ما يكون شي تاني مثل الربوة وإن شاء الله بس كمان هون منشدة لكل العالم مش نقصنا مشاكل ومش نقصنا حرائق هلأ ودفاع المدني ما عم بلاحق أصلا يشيل الردميات ويطلع العالم من تحت صحيح نخفف على بعدنا شوى بأن نكون شوى وعين يعني ما ننتبه شو عم نستعمل كهر وكيف عم نولع نار هلأ مش وقت نعلق بحرائق كمان مع كل شي عالنا مية من مية رح نرجع للموضوعنا الأساسي يعني بس ما قدرت تكون ضيفتنا ونحكي شوي عن هذا الموضوع لأنه هو يعني حلقة مترابطة كل شي وخاصة نحن لبنان يعني 10452 كم كلنا مرتبتين ببعضنا كل اقتصادنا مرتبت كلنا ببعض فما فينا ما نكون عم نحكي ودأرجع للموضوع أيغاثة النازحين قلتوا اللي عم تتقصموا عم تعملوا عم تطلعوا أكل ملابس كل شي بحاجة لقلو كيف عم توصل للطلبات اللي عندكن لحتى أنتم من عندكن تنطلقوا على غير محلات أول شي نحن حطينا هوتلاين سوالعالم كيت عم توصل معنا لأول أول ما بلشت المشكلة أول نهار طلعنا ضغري من مركزنا بجديدة على أقرب مراكز تسجيت كمراكز عفاميا سوصلنا أول شي على جل الديب حكينا مع مدير المدرسة سألنا شو عنده حاجات كانوا بعضهم ما في فرش ما في حرامات ما في رؤل أساس الأساسية سأمنا لهم هالأساسيات مع وجبات أكل أول يومين لا يقلعوا لا يمشي حالهم وجعنا بلشنا نعمل على المراكز القريبة علينا بالمتن لأن إحنا مركزنا الأساسية بجديدة سوشتغل هلأ عم نشتغل على تسع مراكز بمنطقة المتن بس كنت خاصة عم ركز على المراكز الجبلية لأن هول المراكز لم يصل لهم كفية مساعدات وبذات الوقت بلش تساقعة صح يعني بدهم حرامات تياب شتوية في كتير طلب على حليب للأطفال بلش يصير عنا مشاكل كمان أمراض وبوحاجة لأدوية أجمالا هول مراكز أكتريتهم هلأ صار عندهم فرش ومخدات الأساسيات بس بعض بدنا حرامات شتوية أكتر هلأ إن شاء الله بكرة بيجينا عدد من الحرامات لنوصل لأصم المراكز كمان من خلال الهوتلاين اللي حطيناها في ناس عم تتواصل معنا من المنازل وفي كمان ضيعة بكملة نقلوا من الكفور من عنا تواصل مع خور العية أكشلي سورجعنا وصلنا لهم حساس غذائية على المنازل اللي نقلوا عليها هلأ وعم يجي كتير طلبات على التليفون هلأ بذيت الوقت في عنا نحنا مكتب بالقرعون بالبقاء في عنا إكيب عمل فوق عشر أشخاص مكتبنا بالتحديد صار حاليا مركز إيواء لأنه فيه وصالة كتير كبيرة ففي ناس قاعدين بالمكتب المشترك نحنا وجمعية القرعون وبذيت الوقت في أربعة مراكز بمجد البلهيس والديع المجاورة عم نطبخ بمركز واحد وعم نوزع على الكل وعم نجارب نأمن لهم كل شيء يعني فوق لأنه مقطعين شوية عنه كيف هم تقدروا عم يساعدوا بعضهم ما يتأمنوا المواد الأولية يعني عم يجي كل مساعدات من جهات يمكن خرجين أنا ونعرف أنه كلنا نوصل لمرحلة لأنه الأزمة يعني إلى وقت وشكلها للأسف بس أنه ومطولة وحتى لو هلأ خلصت بدون وقت الناس اللي يرجعوا لما نازلون شو عم تعملوا كيف رح تقدروا تكفوا هل في ناس عم بتساعد هل عم تناجدوا يمكن الناس يلي قادرة أو عندها فائد من الإشياء تكون عن جد عم توقف حتكون وعم تساعدهم لكن تحديث كبير لأنه عم يجينا على الطلبات كتير أكتر من اللي عم نقدر نلبيهم فعم نضلنا على التليفان إنه إن شاء الله قريبا منقدر نلبيكم أو عم نحول لجمعيات تانية لنجرب وبرضو بتجمع الجمعيات كلها مش عم نقدر نوصل نلبي كل الحاجات يوم ما تنسي إنه عنا مليون ومئتين ألف إنسان نزحوا وموجودين كلهم موزعين بكذا منطقة هلأ صاروا موجودين هون وصاروا أكتر بعد مبارح وأولت مبارح ففي حاجات كتير كبيرة والحاجات يعني من فرشة ومخدة لدوة لحليب لحد مريض بحاجة لشيه مساعدة لأشخاص ذوي احتياجات خاصة بدون مساعدة معينة ففي كتير طلبات اللي عملنا إنه أول أول ما بلشنا بلشنا مننا نحنا يعني من الأكيب العمل جمعنا مساري من بعدنا وبلشنا نأمن بعدين بلش يجينا شوية مساعدات من البارتنرز ينشتغل معهم والناس اللي بيوسقوا فينا بيعرفوا إنه رح نحطها المساري بالاتجاه الصحيح عم نجرب قدمة فينا على السوشال ميديا نبين كل مساعدة وين عم بتروح وكيف عم نوصل كل شي رجعنا بلشنا نشبك مع جمعيات تانية ومؤسسات قدرة مثلا تأمن في عمنا اليوم ثلاث مطابخ منتعيوان معهم هن بيعملوا الأكل نحنا منوصل الأكل ومنحدد وين الحاجة فكل يوم نتصل بالمراكز من ناقصه لنوصله ومنعمل نحنا التوصلات كمينا مثلا بيساعدنا لنساعد بالنقل فهيك عم تصير شوية شوية من كل ميلي في ناس عم بتبعث لنا مساعدات عينية يعني فيه أشخاص أفراد عم يشتروا كمية أكل ومعلبات وهيك يوصلون لنا إياهنا على المكتب تياب عم يتجمع كمان كتير من الناس اللي عم تعروا بتيابة يلي قدرت تتخلع خاصة عن تياب الشتوية عم بيوصلون على المركز عنا في قسم من اللي هن بالبيوت عم يجوا على المركز ينقوشوا عايزين ويروحوا ومحلات تانية عم ناخد نحن على الملاجئ أو مركز إيواء بس بها الحالة عم نقول لهم بليز انه نحن وهون نقوشوا عايزين وخليعنا نرجع نرد البيئة لأنه في حاجة كتير كبيرة وما بدنا في شي روح حدر فقد ما فينا عم نعمل هيك شوية من كل ميلي بس بعد يعني بعد اليوم الحاجة كتير كبيرة وقد ما نجرب نكون واقفين حد الناس الحاجة أكبر بكتير من كل حدن مفصل يعني واللي بينزل على الأرض بيعرف كتير منيح قداش الناس عن جد بحاجة وقداش الناس كمان مايا أكيد بتوافقين الرأي كرامتهم يعني مش هينة لكن في ناس كتير من اللي نقلوا على البيوت اتصلت فيهم أنا كنت عم بحكيهم انه شو عايزين كيف فينا نساعدكم في ناس يقولولي إذا في حدا عايز أكتر منا اهتموا في بالأول وارجع أعرف من غير جهة انه لأ هني بحاجة يعني هني مش انه مش بحاجة بس فيها عن جد ناس ما معودة تطلب وكرامتها كبيرة وكانت عايشة ببيتها معززة مكرمة وهلأ صارت مجبورة تتكلع مساعدات منا شغلة هينة عم جرب نشتغل على بلانز انه نوصل لمرحلة هالناس تشتغل مش تكون بس نعترى الفوت بوكس مننا انه نكون عم نقدر نخلق لهم فرص عمل يكونوا عم يقدروا يشتغلوا بكرامتهم ويقدروا يأمنوا لعائلتهم البراسس بدو شوية وقت التمويل اليوم بلبنان منو متل التمويل وقت انفجار بيروت انفجار بيروت احنا كمان عساعدنا عالارض وزبطنا بيوت وكل شيء بس كان فيه تمويل كان نحنا حتى كأفراد وكجمعية قادرين نحط مننا اكتر من هلأ كلنا عارفين نحنا عطعين لبنان كله قاطع بأزمة اقتصادية كتير كبيرة طبعا سولا الناس قادرة تتبرع كفاية ولا حتى المؤسسات اليوان وغيرها عندها تمويل اللي كان موجود قبل صح ففي تحدي كتير كبير بالأزمة مية بالمية هلأ عم نجمع هيك شوية من هون شوية من هون تنقدر قد ما فينا نفكر حتى كيف فينا نكون عم نساعد باشي بسيطة من هون ومن هون بس نكون عم ندعم هالعالم شوية صحيح تصديقا علي قلتي مايا كنت عم توصل مع احدى السيدات هيك مع ليش حابة خبر هيدا الخبرية قالتلي قالتلي يا بنتي انا كنت اعمل موني غير اللي بيعه كنت موين 25 بات بضيعته انا مش عم فكر بحالي عم فكر بها 25 بات يلي كنت موينو انشو عاملين عن جد هيك بتطلعي للاحظة انه هلأ هن يمكن بحيالا لحظة نحن مشان هيك التعاضد الاجتماعي والتعاون بها هيدا الظرف هو اهم شي وانه شخص دايما مثل ما ذكرت يعني لما تروحي لطاعة شخص شغلي وقالت لأ يمكن غيري عايز خليلي قطعة وخضي قطعة تانا عن جد ببين قديش الناس بعد عندها هيك اخلاقيات وانسانية وهيدا الاهم وهيدا يمكن لموقفنا على اجرينا وانت على الارض وبتعرف وهيدا اللي يجب تمسك فيه كتير هالفترة وما نخسره لانه اذا خسر بنا يخسرنا كل شي يعني اذا ما عرفنا نوقف حد بعضنا هلا ونهدي بعض ونضل مع بعض ما بنعرف عشو قدمين سو لازم ضروري نركز ع هذا الموضوع كتير ونساعد بعضنا قدمة فينا لو متل ما قلت ما بنعرف اين تدورنا يعني مش ما حدا مننا هلا اليوم محمي ومعصون ما في حدا فوق راسو خيمي الحمد لله دكتور مايا لما عم تتوجهوا على مراكز الايواء متكونوا عارفين انه هو المراكز الايواء عم تحكموا مع المسؤولين عم تعرفوا شو الحاجات لما عم تتوجهوا على المنازل كيف عم بتروحوا على المنازل هل حدا بيدلع حدا هلا الهلا اللي عم بيصير بطريقتين في عنا بعض الضياع الجنوب اللي تهجرت المسيحية بالتحديد نحنا لأنه مستأجين حاليا من طرانية بيروت المارونية سو صار في تواصل من الكهنة الرعاية مع لوائح بأسماء الناس اللي نزحوا وعم نشتغل على هلا ويح لنكون عم نأمنوا الحاجاتهم بالميلة تانية على الهوتلاين عم يجينا كتير طلبات يعني عم يجينا اليوم الصبح كنا عندي طلبان من بيء منزلين بحاجة لكل شي يعني نقلوا على بيت ما فيو شي فاضي وصلوا في يومين عمناموا على الأرض يعني ففي في بعد كتير حالات من هالنوع في ناس نقل يتنعطي تبيوت بلاش مش كلهم استأجر مش كلهم مرتاح بلاش أوكي سقف بس مش دايما فيو كل المستلزمات جوا وبيضل بدنا كمان مستلزمات الأكل والتياب واللي هندهروا من بيوتهم بزرف عشر دقايق بلاش شي ففي الحل يعني في الحلتين في عنا طلبات عم تجي يرقلوا اللي كل يوم عم يجينا اتصالات على الهوتلاين تبعنا بالحاجات عم نجعنا تواصل معهم نأكد أنه مزبوط لأنه كمان قوات بيجي اتصالات مش مش مزبوطة من أشخاص عم جاربوا يستفيدوا من الوضع بأي طريقة عم تتأكدوا عم تروحوا تزوروا البيوت اللي قريبة علينا عم نروح نزوروا يلي مش قريبة علينا في عنا كمان فريق العمل تبعنا أو الجمعيات الأخرى الموجودة بالمنطقة عم نطلب منهم أنه يعمل بس لا نتأكد صحيح وهذا أعرض جدا مهم الجمعيات اللي عم تتعاونوا مع بالأطباء السخنية رجعنا للتروك تتذكري جدودنا كانوا عايشين بهذه الطريقة ويمكن كانت أحسن كيف بأي طريقة عم تعاملوا يعني أنتو بتاخدوا التي للأطباء السخنية بتاخدوا وتواصلوا إنما غير أصص كيف عم تتعاملوا مع الجمعيات هلا اللي عم نعمله عم نخلق مثل اتحادات بالجمعيات عم بصير فيه تنظيم كتير أحلى من وقت الفجار بيروت هلأ لانتعلمنا إذا بنتك من الخبرة اللي ما رأيت قبل وانفضحت الجمعيات يعني ما بتشتغل بي ما محبو بيضال فيه من كل شيء ولكن هيك فاعة وبيفوعة كبيرة أسماء غريبة عجيبة من الجمعيات وبعدين اختفوا هلا اليوم الكلة عم يعني الأكتري اللي عم يشتغلوا والأرض عم يشتغلوا من قلبهم هلا كمانا أنا من ميلة تانية مع دكتور ناصر ياسين ولجنة التوارئ مسؤولة نسيق الجمعيات شغل الجمعيات اللي هي لأنه اليوم الجمعيات في قسم منها بيشتغلوا مع ال-UN سيستم اللي عم يشتغلوا مع ال-UN سيستم يعني بياخدوا تمويل من ال-UN بالسكتورز اللي عم بيساعدوا اليوم بالإغاثة والردي كل شيء عم يعملوا منسق من خلال في بلاتفورم خصوصي لقلون عم بيعملوا ريبورتينج عليها وعم يعملوا تنسيق عليها بس فيك قسم كبير من مبادرات والجمعيات اللي عم يشتغلوا برات ال-UN سيستم سواللي عم نعمله هلأ عم نخلق بكل منطقة بكل محافظة واتساب جروب لهالجمعيات والمبادرات اللي هي برات ال-UN سيستم لنكون عم نسق مع بعضنا نفهم وعم نخلق حتى بلاتفورم يعني تتابعة كمان لل-DRM لنقدر كل حدا يسجل هو شو عم يعمل شو المساعدات اللي قادر يقمنها إذا عنده متيري الموجود أو سورفزز موجودين وشو الحاجات اللي عم تصلوا اللي هم عم يقدر اللبية نكون عم نبدل لبعضنا مثل ما قلت نرجع نساعد بعضنا أنا عم يجيني طلبات ما عم يقدر اللبية ببعثها على ال-GROUP لغير جمعيات اللبية ومن مالة تانية إذا أنا عندي مواد زيادة اليوم غير جمعية ممكن تكون عايزتها مطلوبة بمحال معين نبدل بين بعضنا سوهيدا عم نجرب نخلقه ك-GROUP بالمناطق وتعاون بينتن بالمقابل كمانا في كتير مجموعات جمعيات عم تعمل مثل أكتر اتحادات أو نتورك وكمان عم بيصير هالتبادل بين بعضهم سوه يعني عم جارب قدمة فينا بطريقة شوي ستركتورية أكتر وواضحة وكله عم يشتغل على وايح كله عم جارب قدمة فينا من عم ال-Dublication أكيد رح يضل في ال-Dublication على الأرض ورح يضل في حاجات ما عم نقدر لبيها لأنه أصلا كل المساعدات الموجودة وكل الإمكانيات الموجودة مانا أنف أجزاء كلها مارح تلابي كل الناس بدنا هيك نطلق الصوت أنه كل حدا قادر يساعد ولو بفلسل أرمالي بيقدر يكون عم يعمل فرق عم تتواجهوا كمان للأطفال بمحل من المحلات حابت تحكي عن هذا الموضوع خبريني شو عم تعمل اللي عم نعملو عم نجرب أنه هالأولاد من مضطرين يعيشوا جو الحرب كل ديئة ديجات خسروا بيوتهم وخسروا يمكن قسم منهم خسروا الناس من عيالهم وخسروا أكيد سنتهم دراسية لهلأ إن شاء الله إن شاء الله يلتقل حالتين قريبا بس هلأ قاعدين وكل اللي عم يعملوا عم يسمعوا أخبار الحرب حواليهم والناس الكبار اللي عم تعم يازت خينة يتصرخ حواليهم فعم نجرب أنه بكل مركز ناخدهم على القليلة يومين نروح لعندهم على المركز عم نعملهم نشاطات ترفيهية ألعاب بس بزيت الوقت ألعاب بيئة بأنه نحن جمعية بيئة ونحن هيدا كتنا محضرينه أصلاً للمدارس لنطلقوا بالمدارس السنة بكل مدارس لبنان رجعنا بلشنا هلأ نعملوه بمراكز الإيواء للأسف بس برضو خلينا نفيد الولاد فيه عم نعمل كذا لعبة بيعلمون على الأصناف الحيوانات البري بيعلمون على الأشجار بيعلمون على الطبيعة والبيئة على فرز النفايات من خلال الألعاب يتصلوا فيها عم نروح لعنده ونأخذ معنا كمان من الدونيشن اللي عم يصلوا لنا سناكس لهالولاد يكون هكي عندهم شيء بوزيتيف وحلو هيدا أكبر شيء يحبوه لولاد اكزاكي نأذيك مع كل مركز يومين فيه بروغرام محدد على يومين أكيد بالتنسيق مع إدارة المراكز ومع دي أر أم يعني مع إدارة الكوارث على أي مراكز نحن عم نشتغل فيها وهو اللي نقدر نوصل لعدد كبير من المراكز هلأ عم نعمل بعكار عم نعمل بالبقاعة الغربة بالمراكز الفوق وباليوم يا شباية هلأ والشباب بالفنار بدنا نواجه تحية لكل فريق العمل كبيرة كتير عفوا أنا كتير فخورة فيهم وعن جد خورة أني بعرفهم لأنه الناس بعقدهم عن جد يعني كل شخص عم يشتغل إن كان على نطاق فردة أو حتى ضمن فريق عمل أو ضمن جمعية تحية كتير كبيرة لأنه هول الناس كمان عم يعطوا من وقتهم من حالهم من راحتهم ومن تعبهم لحتى يكونوا حد خيهم بالإنسانية بدنا نواجه لهم تحية كتير كبيرة أنا بدأ أشكرك كتير بدأ إليك أنه نحن كأعلام وكصوت لبنان بشكل خاص جاهزين لنكون عم ننقل دايما الصوت لأنه هذا أقل شي ممكن نقدر نعمله لأنه بعرف الحاجة كبيرة ولكن لما منحط كلنا إيدينا بإيدان بعض منقدر نوصل شكرا كتير لإليك دكتورة مايا نعمي وأهلا وسهلا فيك حضرتك مديرة جمعية التحريج في لبنان وهلأ حاليا مديرة جمعية الإغاثة يعني بعرف الشغل كتير كبيرة والمسؤولية كبيرة وترجعوا لشغلكنا الأساسي نجع شجرة نجع شجرة تشريكنا عم نحضر لحملة التحريج كتير كبيرة وإن شاء الله نقدر نزرع كم شجرة بتشرين تاني وإن شاء الله لقاءنا التاني نكون عم نحكي عن إعادة تأهيل الأحراج شكرا كتير لإليك أهلا وسهلا فيك شكرا لإليكم مشاهدين ومستمعين خليكن معنا دايما عبرها هو صوت لبنان